السلام عليكم معكم اسمه سعد ودي كناتي اللي اول مرة يشوفني ياريت يعمل سبس كريب ويفعل الجرس ويدوس لايك معينا وصفة حلوة وغنية النهاردة وهي مقلقل او مقلقل دي لحمة سعودي او اكلة سعودية مشهورة جدا في السعودية وطبق اساسي في السعودية نشوف بقى الوصفة ونشوف ما قادرنا يلا بينا معي طوصة كبيرة او ضيفت فيها زيت انا الزيت اللي انا ضيفته دوت ده زيت دورا وهحط اللحمة انا مقطع اللحمة مكعبات زي ما انتم شايفين كده هفضل اقلف فيها لحد ما تاخد لون تتشمع كلها وتاخد لون اهي خدت لون معي هغطيها تنزل المياه بتاعتها لان انا عايزها مستوية تعرفين اللحمة طبعا بتاخد سوا شوية فلازم تستوي معي هضيف كده شوية من السكر عشان يساعدها على التسوية مش هيقصر في اي حاجة في الطعم و هغطيها بصو بقى اهي شربة المياه بس برضوك لسا مستويتش هضيف عليها كوبية من المياه اهو برضوك و هسيبها تستوي بقى برحتها على نارها دي خلاص كده هغطيها و هسيبها تستوي على نارها دي خلاص بصو خلاص اي اهي شربة المياه اللي فيها و استويت معي ما شاء الله جميلة بصو اهي هنزل كده بقى ببصل جوليان او جوانح حسن ما تقوله يعني و هقلب فيها هنزل بمعلاقة توم مهروس و هقلب كده مع بعض هجيب بقى فلفل الوان مقطعه و شريح وفلفل حار طبعا الفلفل اللي هو الحار او الاسبايسي اختياري لو مش عايزين تحطوه ما تحطوش الفلفل الوان احنا عارفين فيه كيمة غذائية و فيتامينات فحلوة جدا لجسمنا و مو فيه هسابع كده خمس دقايق و بعد كده اشيل الغطاء واحط سبع بهارات واحط فلفل اسود واقلبها بصو الالوان بتاعت الفلفل تحفق جدا و رحتها مش عايز اقولكو رهيبة بجد رهيبة ما شاء الله اجربوا الوصفة دي بنفس الطريقة دي هتعجبكو جدا هادي ببقى آآ طماطمية كده مقطعام وقعبات طماطمية واحدة هحط الملح طبعا الملح ده ببقى اخر حاجة خلاص ايه بس شكلها ما شاء الله جميلة جدا ان شاء الله هتجربوها وتقولوا رأيكم ايه النهار ده بقى انا هعملها لكم بطريقة يعني بطريقة حلوة او اكلة حلوة وهي اللي انا هحطها في العيش السوري او عيش السوق او عاش الشاورمة شوفوا بقى انتوا بتقولوا علي ايه انا ده عاملها في البيت هنزلوكو لينك بتاعه ان شاء الله طريقة اجيبكو بجد طريقة حلوة اولي العيش ده والتسوية بتاعته جميلة جدا بدون فرن ولا طاس اللي هي الجريلا بتاعت الكريب وصفة حلوة جدا برضو هورها لكم انا كده بقى حطت ميكس من القاتشب على المايونيز وحطت المكالكل ولفيته زي ما انتم شفتوا كده هعمل لكم برضو واحد تاني اهو ده ميكس من القاتشب والمايونيز وهو هحط كده المكالكل اللي معيه وطبعا في دلوقتي البطوتس دي بطوتس انا قليها اهو اه ازاكو بس هتركزو في طريقة اللف عشان ما يفكش منكم اهو هعمل واحد من غير سوسات كنتو ممكن تحطو مية برضو اي سوس عندو كنتو بتحبوه ممكن تدفوه ده طبعا من غير اي سوس هادي بس بطوتس اللي مش حابب برضو ما يحطيش اه الحاجات اللي انا بضيفها دي حاجات اختياري بس بجد بتدي تعم حلو جدا للساندوش اللي معيكو الساندوش ده ما شاء الله جميل جدا وطعمه رهيب هاجيب كده جريل بقى على النار اكون مسخنة كويس جدا وهو اضيف في العيش اللي معيه اللي انا حشياه من الاكل من اللي انا عمليه ده الوصفة طبعا ما نسويش عشان ما يتحرقش اخلي بالك كده واقلبه بالراحة اهو بس هشاكله ما شاء الله جميل جدا ان شاء الله هتجربوه يعجبكو اه ممكن تعملو جنبها رز ممكن تكلوه بالعيش ممكن تعملو زي ما اعملتو كده في العيش السوري يعني زي ما انتو عايزين انا طبعا كده هقلبو على الاربع جواني بيتون عشان كله ياخد لون وبياخد تحميصة كده حلوة جميلة انا خلاص خلصت الكميل اللي معي هقطعها كده عشان اواركو شكلها شكلها رهيب بجد ما شاء الله بصوا جميلة جدا اهي سهلة قوي بصوا استود جدا اللحمة وبنت تقطع معينا بكل سهولة خلاص كده رأيكم في الجمال دوت ما شاء الله بالفانه وشيفه بكده هكون انا خلصت الوصفة معيكو يارب بتعجبكو اه وصفة جميلة وحلوة قوي ومغزية وفيها فيتامينات اه يارب بتكون الوصفة عجبتكم وان شاء الله بازن الله نتقابل في وصفة جديدة وطريقة جديدة بستجربوا الطريقة دي هتعجبكو جدا بصوا شكلها جميلة جدا ما شاء الله طحفة بجد يعني بالفانه وشيفه اه ومتنسوش طبعا تقولون لي رأيكم في التعليقات ومتنسونش حباب قلبي طبعا في اللايك ونتقابل ان شاء الله بوصفة جديدة واسبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته